مع سيد مسعود بوديبا المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الكناب باست وكذلك سيد زوبير روين المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الكلا أهلا بك سيد مسعود بوديبا أهلا بك سيد زوبير روين أهلا وسهلا مرحبا إذن نضع النسبة 5.88% الحديث اليوم عن النقابات ربما لم تتناقضوا في رد فعلكم على هذه النتيجة لكن اختلفت آراءكم سيد بوديبا بصفتكم يعني هذا العام الكناب باست دخلت في إضراب وكان الحديث على أنه ممكن يؤثر وغيره كيف تنظرون لهذه النسبة؟ سعر خير مساء النور هذه النسبة هي تقريبا نفسها نسبة السنة الماضية وسنة الماضية كانت يعني السنة الدراسية 2016-2017 كانت سنة مستقرة مقارنة 2017-2018 معناها أن نسبة البكالورية لا علاقة لها بالإضرابات الإضرابات المنوجد فيه وصلت إلى 3 أشهر إلى هذه السنة وتقريبا النسبة هي نفسها إذن ما كان يروج له بأن الإضراب يؤثر عن النسبة فهذا غير صحيح أنا هنا أتوقف معك إذن كم يكن الإضراب وكنت تابع ككل الجزائريين الحلول التي لجأ إليها الجزائريون وهي الدروس الخصوصية ألم يثبت ذلك كذلك نجاعة الدروس الخصوصية؟ ليس هذا الإضراب أطاره يتعلق بتقدم الدروس معناها التلميذ في نهاية السنة يوجد نفسه بأنه عديد المواد لم يكمل البرنامج هذا هو أطار الإضراب وهذا من المفروض نعالجه عندما يتفاوض حول أيام الإضراب وتوضع رزناما لتعويض أيام الإضراب في الغالب نعالج هذا الأمر بهذه الطريقة لما وزارة التربية الوطنية معناها تباشر الخصم ولا تفاوض أيام الإضراب إذن أطار الإضراب يظهر هنا وبطبيعة الحال يمس في الوتيرة لأن الوتيرة لما تكون مستقرة وتكون مضبوطة يكون هناك تقديم الدروس بوتيرة مضبوطة وبالوقت المطلوب لما يكون الإضراب ممكن بعض الوحادات نقدمها في عجالة وفي سرعة لكن بنسبة لنتائج البكالوريا نحن نعلم بأن التلميذ يمتحن في الدروس عموما لدرسها وبالتالي فنتيجة البكالوريا مرتبطة بالدروس التي امتحن فيها وفقط ممتاز سيد روينة أنتم من جهتكم على مستوى الكلاك كنتم على مدار السنة تقومون بدراسات وعينات من خلالها تتوصلون لبعض النتائج لديكم نظرة أخرى لهذه النتائج وتحفظ نوعا ما بالنسبة لنحن في نقابتنا كنا قلنا طبعا الدراسة التي درناها هي عينا أخذناها من خمس مراكز العينا أعطت نسبة تكلمنا عليها يعني ما هوش الأمل تانا أو التمنيات تانا باش تكون نسبة هكذا إذن هي نسبة واقعية أخذناها 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 مزاقيتها من عدم مزاقيتها سحبها من عدم سحبها على الوطن إذن هذا يتوقف على مزاقيتها وصلت إلى أقل أقل مما 21.13 هو النسبة لكناها لكن إنسيجامها مع الواقع المدرسي خلينا نقول إنسيجامها مع ما هو موجود في الواقع التربوي يعني بداية من تكلمتي على بعض الإضطرابات أخذتم بعينينا لأعتبار إضطرابات مقابت مش نحن ناخذنا النتائج نحن ناخذنا النتائج لكن هنا بالنسبة للاستقرار التلميذ داخل المدرسة يتوقف على محيطه كامل محيطه ورحت أساته ورحت فضاء تربوي على ظروف نوفرها على هداف نسطرها على استراتيجية عندنا وسائل نستعملها حسن توظيفها كل هذا هذا اللي يخلق النتائج وبعد نجي للتقويم الآن بالنسبة لنا بالنسبة للإنسجام بداية قلت من الواقع المدرسي التانا التلميذي غادروا في جونفي مقاعد الدراسة الإجراءات الغش اللي ثمناها الإجراءات هذه اللي تحصل للغش هي عندها انعكاس إيجابي اللي هو تخفيذ في النتيجة اللي أنا تخفيذ في النتيجة يؤدي لها مزدقية النتيجة اللي يجي عن طريق الغش وبالتالي في التخفيذ من الأثر تحي يكون إيجابي من حيث تخفيذ النتيجة لكي يكون نقضيه على الغش هذا نقطة بناء المواضيع بطريقة جديدة بحثا عن النوعية والمدرسة النوعية ورفعنا شعار النوعية ووضعنا مواضيع ووضعنا مواضيع لتحمل المدرسة الجزائرية ما وضعتهمش دروس الخصوصية لكي نتفهموا إذن الكفاءة اللي نقصوها هي كفاءة اللي حققناها في المدرسة العمومية وليست المدرسة وليست دروس الخصوصية إذن إذا كانت الدروس الخصوصية اللي جابتها كده فما علينا غير نروحوا للدار والوزارة التربية ما تتكلمش عن النتائج وإذا كان هذا هو اللي ننشده لكن نحن بالعكس نشوف الدروس الخصوصية عندها أثر سلبي على القطاعزية من يثبت ذلك الوضع في المدرسة نخدمه بالرخص التكوين ما كاش نزيف كبير من الأساتذة كل هذا ما لقيناش من يثبت ماهتم بالدراسة والعينات إذا أردنا إثبات ذلك ليس من أجدر دراسة عينة لتلاميذ تلقوا على نخذ البليدة مثلا هذا العام بعد النتائج ستخرج فيما يتعلق بالبليدة وستكشف كل شيء لأنه معظم التلاميذ بالبليدة تلقوا دروس خصوصية يعني إثبات ذلك لا يمكن أن نهرب من حقيقة شوف الدروس الخصوصية هي الظاهرة باش نتفهمه الظاهرة حتى التلاميذ اللي ما دروا شيء إدراب دروا دروس خصوصية احنا تلاميذنا في الأخر يغادروا المدارس في جنفي بدون إدراب بذلك الواقع لازم نشوفه كيف شيقوله بكل شفافية ونشوفه كمارة شفافية نأخذ بعين اعتبار فيها كل ولهذا احنا وش قلنا هذا النتائج هذه اللي ظهرت قلنا أنها غير متوقعة بالنسبة لنا بالنسبة لنا قبل وفي وضع هو وضعنا في كل وش رأيش كائن في القطاع كائن مجهودة تبذل الأساتي زراميق يقوموا بمجهودة كبيرة إذن رغم أن النتيجة على البكالوريا 55 ليست نتيجة تعكس المجهودات المبدولة من طرف الكل أيضا من حيث المؤشرات حتى العالمية سواء نرحل البرنامج بيزا ليهدروا عليه في الوزارة دائمين يعني ما ممكن تكلموا له يعني المؤشر تعنا ترتيب متدني سنتحدث عنها لأنه سنتجاوز مسألة ولو أن يهمنا الداخلية نحن رأينا في المدرسة نحن نشر إلى آخرين في المدرسة تعنا احنا أعرف أهل ومكة أدرى بشعار بها أكيد سيد بوديب لأنه سيد روين قال بأنه لم تكن بالنسبة لهم متوقعة هذه النتيجة حتى نعلق فقط عن توقعاتكم أنتم لأنك لم تجبني على التوقعكم نحن بالنسبة لتوقعات يعني منذ يعني يعني في السنوات الأخيرة وفي عديد المرات صرحنا بأن معايير تحديد أو توقع النتائج اختلا اليوم أصبحت التوقعات لا يمكن بناؤها بناء علمي يمكن في قسم ندرسه أتوقع بأنه من خلال مسار دراسي يمكن لأقسام ندرسه ثلاث سنوات نحن في النهاية تقييمنا أن قسم متى امتع ربعين نوصل نقول بالعشرين تنميذ ينجح نقدر نلقع عشرين ونقدر نلقع ربعين معناها دليل قديما مقبل 2003 لم تكن هذه كانت لدينا معايير تعقياس ناذرا ناذرا وينتكون مفاجآت اليوم المفاجآت بالجمعة السبب هو منظومة تقييمية المعتمدة الآن بداية من لما ألغيت البطاقة التركيبية ولما أصبح أصبح مسار التلميذ خلال سنة الدراسية النهائية والامتحانات اللي يقوم بها خلال سنة الدراسية وأنضباطه ومواضباته لدخلها في البكالوريا إذن التلميذ أصبح غير مرتبط بالقسم التلميذ غير أصبح غير مرتبط بالتعليم الأكاديمي وبأستاذه وبالتالي التلميذ يقدر يغادر حتى في حضوره فهو مغادر لأنه يحضر التولة الأول بشيض من تسجيل تعهور البكالوريا والتولة الثانية واللي مرة يجي مرة ما يجي وبدون عقاب وبدون أي شيء وهو يعرف بأن البكالوريا يجوزها وتلقاه يدرس في الدروس الخصوصية لماذا التلميذ يذهب للدروس الخصوصية ويعتقد اليوم بالنسبة للأولياء يعتقدون بأن الوصفة السحرية موجودة في القارج وموجودة في المؤسس لماذا؟ لأن المنظومة التقييمية على النمط الموجود في المدارس الخصوصية في الدروس الخصوصية على التعليم الأكاديمي وهل لمسكم ذلك بالفعل على مستوى الأسلوب على التعليم الأكاديمي لأن التلميذ من المفروض من المفروض عنده دروس يدرسها كين دروس نظرية دروس عملية كين تطبيقات كين منهج كين ترتيب كين مفاهيم كين تجارب الأمتحان أو المنظومة التقييمية توضع من هذا الباب لازم نربط التلميذ بمنح الدرس وبأهداف الدرس وليس بها كدح التمرين وأسئلة مباشرة إلى آخره واسترجاع المعلومات إذن المنظومة التقييمية هي السبب التي أفقدتنا أولا غياب البطاقة التركيبية ثانيا إلغاء حلقة مهمة جدا وهي أساس إعطاء مصداقية للبكالوريا وهي المداولات المداولات وهي حلقة بيداغوجية مهمة هي الأساس في المصدق على النتائج الموجودة ولو كانت موجودة المداولات لما كان هناك نقاش حول النتج وما كانت هنا هذه التناقضات لو تكلم عليها الزمين إذن نظن بأن حلقات مهمة جدا لما نزعوها أفقدت المعايير تعلق القياس ومعايير التي نبنيو عليها النتائج مثل هذه وأنت تتحدث مع معي القياس دائما خلينا قبل أن ننطلق إلى جزئية أخرى وتتعلق النظر إلى ما وراء الرقم يعني ومع النسبة نحن بالنسبة لنا البكالوريا ليست أرقام هذه هي البكالوريا هي مسار ولهذا أقول بأن المعايير مرتبطة بالمسار هي مسار دراسي هي مسار بداغوجي هي مسار طربوي هي مسار علمي إذن أنا لما نختزل 12 سنة أو 13 سنة أختزلها في خمسة أيام هذا بالطبع أنا هنا أواصل في النقطة المتعلقة بدروس الخصوصية وتأثيرها جاوزت نسبة النجاح في ولاية البوليدة التي شهدت اضطرابات كبيرة الخمسين بالمائة كيف يمكن أن تقرأوه في ولاية لازم تفهمون لي أولا بالنسبة للتلاميذ تلاميذ امتحنوا في الضروس التي تلقاها ما ننسوش حاجة بأن الأساتذة لما رجعوا للأقسام بدلوا مجهود كبير هذا المجهود لأنهم عندهم غير لأن أبنائهم اللي كانوا موجودين لدرجة أنه أثناء الإضراب لما التلاميذ كانوا يخرجوا وش كانت التهمة بنسبة كانوا يقولوا بالليهاد وما أولاد الأساتذة معناها الأساتذة عندهم عدد كبير من أولادهم الموجودين وبالتالي في الحقيقة هما كل التلاميذ هم أبنائنا وبالتالي بدلوا مجهود كبير خدموا تعبوا داروا ساعات إضافية تطلقاتت أن تكون نسبة كبيرة بالوليدة ستكون عادية نحن نتمنها أن تكون أفضل من الولايات الأخرى يستهلوا بش ينجحوا لأنهم أبنائنا لكن أكيد أنهم تأثروا بتلتأشهر إدرات تلتأشهر مايش سهلها واللي رحوا يقول بأن المستخلفين رحوا بحلوا المشكلة ما حلوش المشكلة بس تعلم المستخلفين رحوا راجعونهم الدروس اللي يدرسوها سهموا في المراجعة تحهم سهلوا لهم ممكن في المراجعة لكن تقدم الدروس اللي قام به هو الأساتذة اللي كانوا مضربين على مستوى المؤسسات نقطة مهمة سيد روين أشرت منذ قليل إلى ترطيب الجزائر وهنا نتحدث عن الأرقام التي لا تعبر شيئا عند الغرب يعني نتحدث عن نسبة 55.8% ربما في أعوام سابقة وأنتم أدرى كانت ربما النسبة 12% أو كان المستوى كذلك الجودة التعليم هي الأهم طبعا هذاك وضعه واليوم وضع آخر ماشي نفس ماشي نفس الزمن ماشي نفس طبعا أنا في الجزائر لكن ما من نتائج في هذا كين نتائج هنا محققة الآن المقارنة تصلح أملا هذه هل تسعرون عندما تلطفع النسبة أنتم كأسات إذا ونقل نحن نعب ربما في التاريخ البكاروريا منذ منذ مدة منذ بداية البكاروريا في الجزائر ماشي فيناش يعني كين هناك تفارات كين هناك نسب تطلعهم بعد تهبط لكن ما حددناش الأسباب لأن من المفروض لما تكون هناك نسب نحفظه على الجيد ونوصله مسارنا إلى الأفضل ننقاوا نسب تطلعهم بعد تهبط إذن هل ارتفع نسبة مؤشر جيد وإيجابي هذا هو سوء؟ طبعا لما يرتفع النسبة وترتفع معها المستوى ويرفع ترتفع معها النوعية لأن الأرقام ماهيش كلش الأرقام الآن تعطي لي نسبة باكاروريا عالية والنوعية ما كانش الآن اليوم التناميذ هل سبعمائة ألف كلهم ينتظروا الباكاروريا؟ لأن كما قال الزميل الباكاروريا وبالترتيب كل الأساتذة هذه يعرفوها نقدر نعطيك ترتيب التناميذ اللي يجيبه الباكاروريا وبالعدد والتوقع ما هي حلقة المفقودة سنتحول إليك سيد بوديبا الحلقة المفقودة هو أننا نفقدنا البوصلة البوصلة في أهدفنا في وسائلنا تاني هذا السجال اللي واقع ما رايش في السجال حول المدرسة نقدر نكون في تناقض معك حول العمل النقبي فيما يخص ملفات الأوجور والتقاعد لأننا على طرفي نقض أنت إدارة وهذا هو طبيعة العمل النقابي لكن الآن ما رانيش في السجال معك راني من المفوض المدرسة نحن كنقابة ننطلق من موقع هو ماذا هو عندنا مهانيتنا موضوعيتنا الجزائر المدرسة الجزائرية إذن هذا هو اللي يخلينا ننتقد اللي يخلينا يكون عندنا رأي مخالف عن رأي الآخر كله في خدمة هذه المدرسة لما ننفروض يكون أهدفنا هي واحدة من أجل تحسينها من أجل آخره الآن النتائج ما تعبرش على النوعية الموجودة زيتنا على هذا الآن لما نطلقه من شكل يهزم الآخر وشكل ينتصر على الآخر نحن ماهوش هذا في تفكيرنا وماهوش في قناعتنا نحن إذن هزمت المدرسة نهزمنا وإذا نجحت المدرسة نجحنا بغض النظر عن الأشخاص اللي يراهم مسؤولين على التربية ولا بغض النظر عننا نحن نحن تنتصر المدرسة أو ننهزم نحن ينتصر لينجحوا التلاميذ لكن نحب أن النجاح يعبر على على واقع ويعبر على نوعية والمدرسة تقدم لا نبقى في نفق مخرجات المدرسة ما نشردين عليها وما نشتعرف فيها ما نشتعرف في أسباب فشلها لأنك ما تطفل يعطي لي الظروف وعطي لي الاستراتيجية وعطي لي أهدافك وعطي لي الوسائل لتحقيق الأهداف تتحقق هذه الأهداف نفس الاتجاه أبقى معك سيد بوديبة في هذه النقطة بالذات لأنك أردت تعليق على القراءة في الأرقام أمور يجب أن ننتبه إليها أولا قبل 2003 أو قبل إلى غاية 2004 كانت لنسبة النجاح نسبة تعتبر ضعيفة لما نقول 20 19 25 35 هي نسبة ضعيفة لكن بالمقابل الدراسات التي كانت تقام أنا ذاك في الجامعة ما كانتش تشير بأن نسبة النجاح في السنة الأولى جامعة ضعيفة يعني تقريب كانت معناها إشكالية النجاح لم تكن موجودة التلميذ لما يروح للجامعة يعني يروح بالرصيد العلمي الكافي لأهله باش يقدر يطبحه شي حد أكيد بعدها بعد 2005 جاءت إشكالية تانية بدأت ترتفع النسب وصلنا إلى 62.% في سنة 2011 لكن بالمقابل الدراسات التي تقدم الآن يقولون بأن نسبة الرصوب عالية جدا معناها انتقلنا من النوع إلى الكم لكن ضع بنتهم ضع النوع نسبة الرصوب هذه السنة هي 70% تقريبا حسب إشارة لبيان طبعا أتابع لطلاب الحر بمعنى هناك خلل خلل على مستوى خلل على مستوى المسؤولين على المدرسة الجزائرية والمسؤولين على المدرسة الجزائرية بداية من مسؤولين على قطاع التربية الوطنية ومسؤولية دولة الجزائرية لأن المدرسة والمنظومة هي مشروع تعلق دولة ما هيش مشروع تعلق شخص ولا مشروع تعلق مؤسسة واحدة وبالتالي لما نوضع مشروع لما نوضع مشروع ونطمح إلى بناء كان من المفروض بعدما كانت النسبة 25 وكانت النوعية لماذا لا نعمل أننا نحافظ على النوعية من خلال البرامج والمناهج التي كانت موجودة أو إذا غيرناها أو صلحناها نصرحها بكيفية حافظ على النوعية هذا الأمر الأول الأمر الثاني لازم نروح للكم بالحفاظ على النوع هذا الأمر الثالث ومهم لما نوجد ولاية ما في هذه السنة في الكلاس المتحدة تكون مع الأوائم وفي السنة المقبلة نجدها مع الأواخر لما نجد مؤسسات كانت النموذج وكانت نموذج محليا ولائيا وطنيا ودوليا على غير المؤسسات هنا في العاصمة في الجزائر وسط حسب ابن بوعلي زينب أم المساكين ابن الهيتم كانت تنويات يقتدى بها ويضرب بها المثل ولما نقول العاصمة في الجزائر وسط هي الفيترين تعل الولايات حبينا ولكن هنا العاصمة هي مركز الإشعاع هي مركز يعني كل الكفاءات تجيل هنا العاصمة لماذا اليوم نجد العاصمة مع الأواخر؟ لماذا نجد هذه التانوية تتضحرج بعدما كانت مستقرة في تقدمها؟ إذن أين هو المشكل؟ أليس المشكل هنا في سياسة التسيير في مسؤولي لراميسيرو في نظرة هؤلاء إلى المدرسة الجزائرية؟ في سنة 2012 مديرية التعليم التانوي على مستوى الوزارة قامت بندوات جهوية لتقييم النتائج أنا داك واستدعاة رؤساء المصالح الامتحانات والنظام التربوي جهويا من أجل نقيم الوضع ونوضع منظومة قيمية أنها ترفع من النتائج مع نوعية هذه النتائج أنا داك قدمت مقترحات قدمت مقترحات وتوصيات لليوم ما لابنا شوية رأي هذه المقترحات والتوصيات هذه الأولى الأمر الثاني واش استعمل في الوقت هذاك؟ في الوقت هذاك جابوا التنويات المتقدمة في الولايات التي تحصلت على أعلى النتائج خصوصا المميزة بنتائجها جابوا التجربة التحهم وجابوها لأجل اختيار وصفة للنجاح لأننا نريد أن ننجح ما نرحش نجيب تنوية ضعيفة باش نجيب وصفة نجيب تنوية ناجحة على المستوى الوطني كنمالج لأننا هذه الندوات جهوية نجيبهم ونوضع وصفات للانتقال بالمؤسسات الضعيفة إلى مستوى هذه المؤسسات ونحافظ على استقرار هذه المؤسسات في التقدم أين هو هذا العمل الذي من المفروض بدنا نقومه فيه في 2012 إذن هذا التراجع وهذا التدبدب وهذا اليوم نتيجة هارطة غدوة طلعة مؤسسة غدوة طلعة هذا الدراجع بأنه ما هو لا توجد هناك أرضية عمل صلد لمبنية على دراسات علمية ونظرة استشترافية للمستقبل لمعالجة مثل هذه المشاكل ووضع منظومة علمية قوية ووضع منظومة قييم قوية حتى نتفادى مثل هذه المشاكل المطروح لكن نقطة فقط أن تتحدث عن كل هذا لا بس أن نعرج كذلك عن دور النقابات يا سيد بوديب طبعا نشاطها كذلك والتغييرات التي شهدتها نحن أقول لك دور النقابات دور النقابات مهم جدا في ماذا؟ لأن البعض يراها سلبي عندما يتعلق الأمر بالإدراء يراها سلبي لأنه ما يشوفوش في مرحلة الاستقرار ما يشوفوش العامل اللي نقوم به نحن في مرحلة الاستقرار وقتش يشوفونا عندما نصل إلى الإدراء عندما نعطي مهلة لوزارة التربية الوطنية لتتكفل بالمشاكل المهنية والاجتماعية لمدة ثلاث سنوات أربع سنوات ولا يتكفل المسؤولين محليا ووطنيا بهذه المشاكل واحد معنا باله لا أولياء ليجيوا في المنابر هنا يمسوا بالنقابات أو أطراف أخرى اليوم لما نصل للإدراء يجيوا ويتكلموا نظن بأن سبب الإدراء هو واضح هي مشاكل مهنية اجتماعية وعندما تحل المشاكل المهنية والاجتماعية هو جزء من استقرار المدرسة في الجزائر أكيد بالطبع حتى نختم فقط هذا الملف ارتقاب بالنسبة للأولياء اليوم سوف تكون ناشكتين كذلك في المجال التربوي حتى بعض النتائج مؤخرا الأولياء وضوط فعلهم غريبا وعنما حتى الأبناء في الوقت الذي تتديل قيمة أو مستوى الباكالوريا على الصعيد العالمي ربما مراتب أخيرة لكن الاهتمام بها يرتبط بمصير إنسان هل بالغوا ما سبب هذه المبالغة لدى الأسل الجزائرية سيدروينا حتى نختم بنصائح للأولياء في هذه اللحظة طبعا هذا نثب منه احنا الاهتمام بالعلم والاهتمام هو قيمة كبيرة عنده في المجتمع الجزائر يجب أن نحفظ عليها لأسف الشديد ما عرفناش نستمر فيها لأن مهما كانت الهدف تحهم سواء لناجح الأب لناجح يحب الأبناء التاعه لأنه يؤمن طبيعي لأنه يؤمن بالعلم لأنه يدرك هذا جيدا دور العلم في المجتمع لأن أسبابنا هي الجهل أسباب فشلنا وأسباب قعدنا في مكاننا وأسباب ما نعرفوش أن نتواصل والأسباب ما نعرفوش يعني نمضف المدرسة لتوظيف في غير مصلحة المدرسة كل هذا يجعل هذا جهنى لكن الأب حتى الأولياء لما قرأوا ماذا به ولده ماذا به ولده يقرأ إذن هذا من المفروض نثمنه هذه قيمة كبيرة في المجتمع الجزائري للأسف الشديد نحن نقول لهم راكم غالطين بطريقة هذه نحن نقول لهم راكم غالطين هو الشيء الموسيء للأولياء هو بعض ممتليهم لما يجل هنا ويروجوا يعني ويسئونا إلى الأساتينا دعونا مدام جمعية أولياء التلاميذ لا تتواجد معنا نقصد مديبا لا 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 لن أتكلم على جمعية أو على فيدرالية أو نتكلم على بعض الممتلينا لما نوسيء هذه ما هو من واجبنا أننا ما هو من وصلحة أبنائنا أننا نوسيء إلى الأستاذ لهو مهما كان فيه سلبيات وفيه إيجابيات لكن من صالحنا أننا باش نخليه التلاميذ يحترم المدرسة يحترم الأستاذ يحترم أفراد الجماعة التربوية لا بديلة لنا عن ذلك استهل حدث سيد روينا واصلي فقط شوف هناك نقطة صغيرة نقطة صغيرة ونرجع لنا بالنسبة اليوم لما تلاميذنا في الرياضيات شاركوا في الأمبياد العالمية وكانت رتبطهم 92 يعني رغم من المفروض كنا أفضل من هذا هذا كذلك يتير عديد تساؤلات لأن خصوصا في مادة الرياضيات الجزائريين بدعوا في هذا المجال من المفروض أننا من خلال هذه النتائج يجب أن نقيم الوضع لماذا أننا متأخرين بهذا الشكل في الوقت الذي يدول نحن كنا أفضل منهم بكثير رغم يتصدروا القائمة في هذه المنافسة بالفعل جزيلة شكر لكم سيدة مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى نقابة لكنابس وسيد زبير روينا المكلف بالإعلام على مستوى نقابة لكنابس جزيلة شكر لكم على الحضور وعلى التحليل الذي قدمتم ترجمة نانسي قنقر